في الفيديو هذا نتحدث عن كيف تربح من طريق الاتفاق أول ما يجب أن نعرفها أنه الانترنت أو المواقع أو التدبقات كلها هي مجرد وسيلة هي مضمونة من السوق لكن هي فقط وسيلة حديثة كل شيء يحصل في الانترنت وكان يحصل في الحياة العادية لديك بالنسبة للمواصلات أوبرو كريم أن تكاسموا بيديو من أول لديك بالنسبة للبيئات الجزيرة سوق أو مومة أو حيش مكانة الشركة أو جوميا مثلا هذا الشيء موجود من أول لكن كل الشركات أو الوصائح الموجودة حاليا هي عبارة عن وسيلة جديدة في الحصول الخدمة تمام؟ طيب خلينا نقص الأشياء الموجودة ومربوقة بالنسبة للزبون هي أجمع 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 أو اي حاجة اي حاجة لها مقابل هي اما المنتج او حاجة تمام انت اش دورك دول الانترنت تمام كان انت ممكن تكون والله المنتج في الان ممتاز ولكن لا تصل على مقابل نصيحة الانترنت ممكن تقول الخدمة الفعانية ممتازة ولكن لا تصل على مقابل نصيحة الانترنت الان تنقل عندك الممكنية انك انت اي منتج تقول ان والله انهم قويس او تحصل الفرصة المناسبة الفرصة المناسبة او المناسبة الصحيحة انك انت تبيعة لك فائدة يصيحة الانترنت او تحصل الفعانية اذا انك ارشحت خدمة معينة و تم شراء تحصل هذه الانترنت الك او مقابل طيب يعتمد عليك أنت قبل الأدوات قبل ما يكون فيه استخدامت الأدوات الصحيحة أو عمل الدائع أو الأخير يعتمد عليك أنت بالأساس هل أنت شخص؟ يعني طبيعتك في البزنس خيصا تواصلك مع الناس خيصا تقدر توصل للشريحة المسادقة وتقدر تختار منتج المناسب وتقدر تصيبك صح وتقدر تشتغل في المجال هذا في ناس أحقق أرباح كثيرا وفي ناس أحقق أيهاد وفي النهاية يعتمد عليك أنت ولا تقيس نفسك أيهاد وأحد ديك الآن في ناس في مجال التفاين سامموا في بناء أشياء يعني أخينات كلام عن دوتي هم سامموا في بناء تمام؟ هم فنيين خلينقول الأشخاص اللهم كانوا الأساسين في بناء بيفين تمام؟ الأشخاص الأساسين في بناء فيسبوك الأشخاص الأساسين في بناء يوتيوب الناس يشتغلوا في التقنية في الأساس كل هدول تمام؟ لا يوصلون استخدام التقنية لأنهم مهم غيائد بس تمام؟ في الحصة المصر مشهور من المشاهير فاتح حصار في تويتر وعنده ملايين المتابعين ويبيع يعني يعمل داعيات عن طريق التقيدات وعن طريق السفشاد يدخل المال بينما الشخص اللي بناء الانستغرام أو بناء التويتر هو اللي بناءها أو أساسها وفيه أشخاص تانين يقدروا ينفذوا نفس المشروع لأنه ما عنده الشعبية ولا الجماهيرية ولا يريد أن يبيع المنتج الجانب الفني مختلف تماماً عن جانب البزنس وتسعة عشر الرزق دائماً في التجارة عشر منها في دليل المتين تماماً؟ فهل ممكن أنك انت دخل الدخل أعلى من الناس اللي يبنوا المجال المصر تماماً؟ التجارة ملاحظة وتعتمد في الأساس على شعورتك تماماً؟ ماذا الجوانب؟ الجوانب الجوانب دعنا نقول الموازنة تمشي في خط واحد تمشي في خط واحد هذا الوزاد هذا الوزاد هذا الوزاد تمشي في خط واحد أيضاً فهنا نقول بجوانب جوانب جوانب ولكن لدينا مجتمع ويجب أن تفضل ويجب أن تفضل ويجب أن تفضل بشكل عام فكرة التجارة الإلكترونية وأنه فيه منتجاته فيها دبعاً وإذا تكون تسبب وليفلسوا فيه كل شركة لها غارب مش كلهم أحد بس بشكل عام الآن إيش الفرصة أن نجودها حالياً حالياً أنه كيف تبدأ أهد عليها أهد عليها تعلمت كيف تأخذ من خدمة وتشتغل على أساسها ترجع الجنة بالفن كيف ستنفذ أي حاجة مثلا تفتح حساب في السوق أو تفتح مجر في موم أو تفتح في شركة أكس حيث أن تفتح فيها منتجات بيها طريقة أو تفتح لك مجر خاص أو تسوي لك موقع هذه كلها جهورية كمية أنت حتاج تحصد الأشخاص أنهم ينفذوا لك إن ليس أحد تمام؟ ثالث بعد ما يعني في الجانب الفني أنت احتشت الناس المهمة يعني 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 عندك برضو التعليم لا يزال ولا يزال مستوى يعني حتى على مستوى حتى ممكن بعض الأشخاص يقول لك خلاص حسنا أنت مثلا من سوق أو من نون ستجلب لي المنتج بسئة كويس تمام؟ ولكن أنا ما عرف السلط المطبي ما عرف السلط الموقع وأوقف تحت حساب حسنا هناك أشخاص مستوى لا يزال مع المتعلمين وبالتالي هذه تعتبر خدمات تسهيلية تلك كل هذه فرص في النهاية تعتمد على مدى يعني إدارة تلك هل في ناس نجحت في المجال هذا؟ هناك ناس نجحت وحققت غالب هذا هل في ناس جررت وما لا يزال لا يزال لا يزال هناك بس أشخاص برهان برهان لا يزال جررت بس بيقين تمام؟ أنه إذا عجبتك بالشغل ستجلب ترجمة نانسي قنقر